اقرب فرصا، السمنة شبح قاتل، مش شبح، وأقول إنه هو مجرم قاتل عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع واحد من الميج السرز لعالم جراحات السمنة لكن خلينا أقول لكم إنه السمنة عدوى وإحنا كل عدوى، آه عدوى، مفيكش واسد الزيز، يا سلام، إنت هتقول لي شوية طلع علينا بقى كلمة آه، الأسرة أنا لسه شايف فيلم مهم جدا، فيلم طبعا هو بعيد كل البعد لعن السمنة بس قال جملة مهمة، طفلة بتسأل بطل الفيلم بتقول له مش عارف حاجة خاصة بالأكل قال لا لا، ما أنا لو كالت بالطريقة دي، لو أنت كالت بالطريقة دي هتوبقي تخينة زي يورفادر أو عمها بتخينة زي باباكي، الصبح اللي شفت فعلا الأسرة دي بتاكل بطريقة الصبحية غريبة جدا فطار كتير، أكل كتير، عيش فينه، عيش بش عارف إيه، فطائر محلاة هناك في أمريكا عندهم الفطائر المحلاة دي يعني حاجة إدمان، الأب بتخين، الأم بتخينها، وبين الاتنين بتصرفوا بغباءة يعني بين جدا، ربطوا هما بين السمنة والأكل الغلط وبين القدرات العقلية، هما بيدوا رسائل فالعم كمل، عمها كمل قال لها لو كالت بالطريقة دي هتوب تخينة زي يورفادر زي باباكي، لو عايز توبقي رشيقة زي عمك، هو بيكلم عن نفسه، إنه هو رياضي، لازم تفتري بالطريقة دي وبيوريها، هو بيأكل إزاي، وراها طبقه، طبقه صغير، تي حاجة صحية، مفغوش الفيلم بتاع الاب عامله والنتيجة في الآخر إنه ودى انطباع إنه السمنة مرتبطة، إلاك شوفت بص الرسائل اللي بيوصلوها إنها حاجة معدية إن العيلة كلها بتاعدي بعض، إنها مرتبطة بالنقول أكيد اللي عنده سمنة مفرطة أكيد عنده مشاكل في الشغل أكيد مش ناجح قوي رسائل مش شرط ده يكون حقيقة طبعا ممكن جدا واحد رفاع هو اللي فاشل ووعد وزنه زيادة ناجح احنا عايزون يبقى أنجح بس هما بيحلموا النشأ إنه يربط يكره السمنة هما بيكرهوا الأطفال في السمنة وده فكر صحيح لازم نكره السمنة يا جمع لازم يجي يوم وبعارفين إن السمنة دي عدو لدود للصحة عدو لدود للمود عدو لدود للنجاح النهاردة هنفهم الخبرات بتعمل إيه في الجراحات السمنة هنفهم الخبرات معناها إيه في جراحة السمنة إن الجراحة السمنة واحد من عالم الجراحات اللي كل عالم الجراحات يحتاج خبرات لكن دي واحدة من الجراحات المتخصصة شديدة تاقيد شديدة تكنولوجيا فالخبرات دي هأكيد لها دور مهم هتفهموا حلقة النهاردة بالتفصيل مع هتفهموا النهاردة حلقتنا بالتفصيل مع ضيفي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة زي ما قلتلكوا واحد من ميجا السرطة عالم جراحات السمنة الاكاديم الرائع وصاحب الكارزما وشرح الممتع دائما اللي بيمتعنا طبعا بمعلومات قيبة جدا وبجديد دائما النهاردة ضيفي العزيزة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر الأستاذ للأورام والمناظير بكل الطب بجمع تأين شمس الأستاذ بقسم جراحات السمنة والسكر بكل الطب وعضو الاتحاد العالمي للجراحات السمنة للإفسو وعضو جمعية المصرية للجراحات السمنة لإسم الكبير أهلا بك يا دمستاذ أهلا تراهينا الله يخليك دانور كيف أن نقولها عملية التكميم هي عملية ليست جديدة ولكنها قديمة لكن تنقى الخبرات المرتبطة بالتكميم يعني بتدي قيمة مهمة جدا لكلمة خبرة في الممارسة الجراحية كلمة خبرات معناها إيه هنا؟ آآ عملية التكميم هي المعيار الأشهر في جراحات السمنة وقلنا كل عشر عملية بتتعمل هي بتبقى سبعة من عشرة يعني من كل عشر عملية بتعملوا يبقى سبعة تكميم واتنين بقية العملية سواء تحويل المسار أو صناء التقسيم أو الساسي أو السادي أو خلافه عملية التكميم المعدة تبدأ الخبرات من الجراح إن هو ينفس خبراته لخذبة المريض وينقل خبراته للمريض عشان يتعامل المريض مع العملية بخبرات لأن المريض لو لم تعده ذهنيا للتعامل مع العملية قد تفشل إذا فشل العملية معتمد إما فشل الجراح أو فشل المريض في التعامل مع عملية التكميم طب لو جينا بصينا خبرات الجراح البطراكمة بتخدم العيان الزيت نمرة واحد اختيار نوع المريض المناسب للتكميم هنشرح البعد شوية التكميم بيبتعامل إزاي لكن المريض المناسب للتكميم إنه يكون عيان عنده سمنة 20 كيلو أو 18 كيلو أزياد فوق وزنه الطبيعي رقم اتنين ما يكونش عنده ارتجاع في البريق رقم تلاتة ودي أهم واحدة ما يكونش ناهم في أكل السكريات ويكون مريض زو عقل مهمة جدا مريض عاقل مريض مش بيسموه لهلي أو إنسان فوضوي لو عيان فوضوي إنت تعمل عملية حالة أبو يبواصلك النتيجة وفي الآخر أنا والعيان في مركب واحدة نجاح دايما نقول عيان نجاحك نجاحي وفشل فشلك لو أنا عملتها نجحة وإنت مريض فاشل ستفشل عملية لو مريض ناجح مع جراح فاشل تفشل عملية عشان تنجح العملية لابد يكون جراح ناجح مع مريض ناجح قارب مجدفين بالضبط قارب مجدفين إنت ماسك مجدف والمريض ماسك مجدف لو أي مجدف فيهم اختل هيختل توازن المركب الأول حاجة اللازم تختار المريض تمام يبقى المريض يكون عنده سمنة يكون شارح في الأكل العادي لكن مش شارح في السكريات وما يكونش عنده ارتجاع في المريق أو ارتجاع بسيط برضو الناس بيسألوني يعني ارتجاع في المريق بص في فينه عامل ارتجاع دي مهمة جدا أنا أقولها ارتجاع المرض المخيف وإكتاء الارتجاع الطبيعي اللي بيحصل لناس كلها ارتجاع المرض يعني يقولها ده كاسل عندي حموضة حمو حرقان الأكل بيرجع في زوري بطني بتوجعني كلت مكلت الشبعان جعان بالليل نهار كلت جبنة كلت زبادي كلت فراخ كلت لحمة عندي ارتجاع جرد جرد يعني بالضبط ده نوع مخيف جدا قد يكون عنده بقى التهابات في المعدة خرحة في المعدة يكون عنده فاتف الهجاب الحاجز النوع العادي اللي هو العين يقول لي والله ده كسر أنا ما عنديش اتجاب بالمعنى المفهوم ولكن أنا لما بالعربية لما بستعبط يقول لي أكل أتعشة متأخر أكل أكل محمر مليان زيوت مليان صلصة مسبك زادة عن اللزوم كل ده بيتعبني لأن اي حد بيحصلوا بالضبط كده زي كباية انت بتبلها فكباية بتطفح الأكل خارجها إذن ده أول حاجة في اختيار المريض رقم اتنين اختيار المستشفى المجهز بأعلى درجات الأمان رقم ثلاثة اختيار طبيب التغدير المضرب على تغدير المرضى زي الأوزان العالية والنهار ده التغدير عمل صورة شديدة جدا في نسبة أمان العملية والنهار ده يكفي أن أقول لحدك عندنا أمبول كده بصيب بنيديه العيان بيفوه بعد العملية بخمس دقيق ما فيش حد بقى يخش رعاية مركزة من فضل الله إلا فيه مناظر الحاجة التالتة إنك تختاري الألات الأمريكية لأن هذا فيه ألات أمريكية فيه ألات أوروبي فيه ألات صيني بحترامل كل الدول العراسي لكن طبعا أمريكا تصبخ بقية الدول على الأقل بمئتين سنة على الأقل فلازم تكون هم شركتين أمريكيتين معروفين مش محتاجين نعمل لهم ماركتنج يعني هم لازم يتبقى ألات أمريكية أمانة عالية جدا بعد كده نختار المريض بعد كده بنجري العملية لو بصينا على العملية بقى دكتور أيمن إيه الخبرات فيها لو بصينا كده على شاشة إزاي عم التجميم بتعمل دي المعدة قدامنا كده بتدخل دباسة أمريكاني متقدمة اسمها الدباسة الأمريكية السلسية بتدخل شايف الأمبوبة اللي دخلت جوه المعدة دي دي المقاس اسمها البوجي أو المقاس اللي بنقيس عليه عشان خاطر ما نحفش على المعدة أو نشيل زيادة عن لزوم فهي بنشيل ممكن سبعين تمانين ممكن تسعين في المعدة خمسة وتمانين حسب تخن ورفع المريض البوجي ده اللي هو زي البطرون اللي بيقص على بالزبزة البطرون أو المقاس بعدها بندخله الدباسة دخلت من تحت ايه بطير دباسة أس 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 بعد كده بنقص المعدة تبعاملة زي كم القبيس بغاية ما كده شايف المقاس إزاي احنا ماشينا عليه بعد كده الصورة اللي بعدها خلصت العملية وكده الجزء لو ثبتنا الصورة دي بقى الجزء علي مين ده جزء اللي تشال يمثل مثلا ترى التربع المعدة وجزء اللي تساب اللي عامل زي كم القميز ده لو بصينا هنا بقى دكتور أيمن رحيتة الخبرة هنا فين جزء اللي تشال ده بيقل الهرمون جعل وجريلي بيقل الكمية الأكل اللي عام بيأكل في الجزء اللي عامل زي الموزة ده طب هنا بقى ايه ودية خبرات الجراح بقى ايه بقى الصورة بتاعت واحد اتنين تتاتة اللي هي الصورة دي بص بقى دكتور ايمن نبص على رقم اتنين تحت لبداية انت حتقص من المعدة فين ما تقربش اكتر من سبعة سنطي من نهاية المعدة هتقول لي ليه ثبت لدينا ان الجزء الاخير في المعدة ده هو ده بلغة الكاردولوجي الاس انود ده هو ده الاس انود بتحكم في حركية المعدة بالضبط لو بيتحكم في حركة بياخد الاكل من المعدة يرميه على الاسن عشر منظم كهربط المعدة منظم كهربط المعدة بالضبط لو انت جرت على المنظم ده ده يعني يجي له ترجيع عشان كده فيه جراحين كتير جدا يعمل تكميم زي الفل ويعمل اشعة العيام بالسبغة بعد العملية بالسبغة معدية في المعدة زي الفل لكن العيام بيرجع ليه بقى لان هو جار على الجزء اللي هو اللي هو ظابط اداء المعدة اللي تحتنا اللي هو عندي رقم اتنين ده قص الجوة شوي قص الجوة شوي لما يقص الجوة شوي الحتة دي بتفقد قدرتها على الحركة لعني يأكل الاكل من فوق يجمع في الحتة دي ويروح العام يرجعه فدي مهمة جدا البداية على بعد سبع سنتي من نهاية المعدة من تحت تاني حاجة الحتة اللي مكتوب عليها رقم تلاتة دي حتة ديقة في المعدة من عند الله اسمها الانسيزيورة ديقة الجراح الشاطر لازم يسيب وصع في الحتة دي انك انت لو ديقت عليها شوي وهي رباني الحتة دي يتضيقة الضغط يرتفع تقفل المعدة في الجزء ده الضغط يرتفع ممكن تعمل جوة المعدة تسريب والعين يقعد يرجع الحاجة التالتة بقى ودي اهم واحدة رقم واحد فوق خالص انت لو تحز انا سايب حتة نص دائرية كده زي نص دائرة في نهاية المعدة من فوق ما جيت قصت ما قصتش على البطول هنا بالظبط تطلعت البرة شوي ايوه يا سلام بص بالحدي خبرة الجراح انك تسيب على اقل سانتي ونص بنحساب سانتي ونص بعد البوجي سانتي ونص بعد المريء ليه بقى لان الحتة دي بتسيب حتة من المعدة طب لو انا هتوين انت لو قصينا الحتة دي اللي عمنا زي نص دا الاوعية الدموية هنا قليلة ايوه التغزية الدموية بتاعت المريء قليلة بالظبط التقام قليل وميحصل ايه بقى يحصل تسريب وكان جراحين كتير يلاحظوا ان التسريب بعد الشرع لكل مرضى بيحصل دايما في الحتة رقم واحد دي دايما في حتة رقم واحد التسريب بيحصل في حتة رقم واحد ليه حاجة من اتنين يا الجراح استخدم دبابيس من شركة مش معتمدة يا اما الجراح جار على الحتة دي اصاب موازات المريء فالدم مش واصل للحتة دي فيبقى اذا لو انت ورعت واحد اتنين تلاتة تلاقي العين يقولك يا دكتور تسلم ايدك انا زي الفل وبشرب وباكل ومعنديش ترجيع والحياة وردية يبقى التلات حاجات تبتدي على بعد سبعة سنطي من نهاية المعدة الحتة الديقة اللي هي رقم تلاتة الانسيزيورة دي ما تخشش عليها ابعد عنها بشوية رقم تلاتة انك تسيب حتة سنطي ونص من المعدة في نهايتها لو انت عملت التلات حاجات دي بإذن الله بإذن الله بتضمن كورس او يعني مصار آمن للعيان بعد العملية نيجي بقى الحاجة التالتة اللي هي الامان بقى ده انا كده عملت دوري كاجراح تمام الحاجة التانية بقى ان انا استخدم قلتلك آلات امريكي حديثة زي زي دي دي شايف دكتور ايبرا اهي دي مثلا دي الدباسة الامريكي الحديثة اللي هي الدباسة الامريكي السلسية لو بصينا هنا هي الدبابيس اللي بتدبس المعدة بتبقى هنا ولو قربنا عليها بالكاميرا هي دي الدباسة عشكدا دي دي تصنف تالت اهم اختراع في القرن العشرين دي الدباسة السلسية بتطلع تلات صفوف دبابيس بحيث بتقفل المعدة بتلات صفوف دبابيس طولية لو فك واحد وراء التاني فك التاني وراء التالت وهكذا طيب دي كده الدباسة الاهلية بالضبط في الصورة دي هو نفس الدبوس اللي هنا ده اللي طلع قدامنا في الصورة لو بصيت كده فيه خط اسلط في النص دي السكينة اللي بتقص عليمنها تلات صفوف دبابيس وعلى شمالها تلات صفوف دبابيس بكده انت بتضمن امان اللي عملية هل احنا بعد ما استخدمنا الدبابيس بنسبة امان تسعة وثيون وصفة بنأمل لها لأ بنعمل تلات اختبارات للتسليم جوه قطر عملية لازم بالكاميرا تبص على الدبابيس واحد واحد بنحقن مادة لو بصينا كده الكاميرا لو جابت السرينجتين دول انا ماسك سرينجتين سرينجة فاشوة هوى والسرينجة فيها مادة زرق الهوى ده بنعمل حاجة اسمها الير تيست او اختبار الهوى بنحقن جوه البوجي ده هوى بننفق بيه المعدة ونغرق المعدة بمحلول ملح لو فيه اي تنتوفة بتصرب بتبام ببقليل زي فكرة الكويتش بتاع زمان اختبار تسريبي برضو اختبار تسريب بعد كده بنحقن المادة دي مادة اسمها الميسيلين بلو اللي عاملة زي الحبر برضو بنحقنها داخل المعدة وننفق بيها المعدة لو بام فيها اي حاجة اتمنى كون جبناها للسادة المشاهدين على الشاشة اهما دولت اللي بيعملوا اختبارين للتسريب اختبار الهواء واختبار السابقة وغير انك بتبص بعينك على الدبابيس كده انا قدت دوري كجرح طب لو جينا قلنا دور المريض بقى في الحفاظ على العملية بنقول للمريض تديني وعدين في العيادة عندي بيقولهم له لان دلوقتي بقى فيه السمع يقولك العام بيعمل تكميم العام ممكن يرجع يدخن تاني يعني فيه عن يخص براشيكو جميل وزا الامر ويفضل ترمره جميل محتفز بوزنه وعيان تاني يخص براشيكو جميل وزا الامر وبعد ساتين تلاتة يرجع يزيد تاني اللي بيزيد تاني ده حاجة من اتنين يا اما العيان بيأكل سكريات كتير ودي غلطتك في اختيار المريض المريض لو قال لك انا مد من سكريات يبقى بلاش نعمله تكميم بالقصد وإلا حيفشل اول عيان عنده حاجة اسمها نهم عقلي اللي هو العيان افود اول ما اشبع اقف فهم عظي ازاي احنا قلنا السنة نحن قوموا لا نأكل حتى نجوع واذا كمنا لا نشبع بلاش عم نوصل للمرحلة الجميلة دي لا للشبع اول ما يحس بالشبع توقف لو انت اديتني الوعدين دول وانا رعيت ربنا في عمل عملية بالطرية اللي انا بقولها تنجح التكميم طب اذا العيان قال لي والله دكتور ياسر اوعدك اديك الوعدين دول نعمل تكميم فردا قال لي ما اديكش الوعدين دول ولا تكسر انا رجل فوضوي وباكل سكريات كتير وانا رجل نهم وعندي شعرها عقلية وبحشر الاكل ساعتها بقى نقوله نعمل لك سناء التقسيم ليه الساسو ليه سناء التقسيم او ليه تكميم مع تحويل مصار سناء التقسيم يبقى اذا يا اما تحافظ انت على العملية بالوعدين اللي انا قلتهم او احافظ لك عليها انا ازاي ان بعد ما عملت التكميم بوصل المعدة في الامعاء باجي في الامعاء على بعد 2 متر بداية او رأي عمل الوصلة دي تجاه سمينها الساسو الساسو يعني من بداية الامعاء الساسي بنعدي من نهاية الامعاء هنا بنعدي من بداية الامعاء على بعد 2 متر بداية الامعاء ونوصل الوصلة هنا الوصلة دي بتضمن لي ان الضغط جوال المعدة يبقى واطي فالاكل لما بينزل بينزل بقى دكتور ايمان بينقسم الى 80% الامعاء طولة 6 متر بيزل 80% الاخر 4 متر و20% الاول 2 متر طب اول 2 متر دول ايه دول بيمتصصه 80% من السكريات والدهون فلما ببعد معظم الاكل عنهم فبيتقلل امتصص السكريات 80% وبتقلل امتصص الدهون والضغط جوال المعدة بيبقى واطي فالآن حتى لو حشر الاكل ما توسعش فيما بعد اذا هزي اساسه اللي بتحافظ على شباب العملية بتديها حاجة اسمها ديورابيليتي او بتديها اطالة لعمر العملية اذا عشان نطيل عمر التكميم وتحتفظ برشقتك طول العمر محتاج حاجة من اتنين يا تبقى انت عيان عاقل وتوعدني انك تاكل سكريات بصورة معتدلة واول ما تجبع توقف او اعمل لك الساسو اللي هي سناء التقسيم او بسموها ساسي او تكميم مع تحويل مصار سناء التقسيم بتقلل ضغط جوال المعدة بتقلل مصار سكريات ودهون فبتقلل احتمالات ان الوزن يزيد فيما بعد كالعدة بتنورنا وبتمتعنا وبتعمل لنا ريفريش رائع جدا للكسير من التجديدات والتحقيسات اللي بتحيط بالعمليات ما شاء الله لا تتوقف التحديسات واكيد بننقلها النهاردة اتكلمنا على نقاط عديدة اتكلمنا على التكميم اتكلمنا على الفرق بينه وبين سناء التقسيم اتكلمنا على عوامل نجاح عمليات التكميم والامان فيها ثم تحدثنا على التطوير لدرجة الامان اللي احنا لا نكتفي فقط بدباسة بسلسية ولكن ايضا معاها سوتشارينج وفوق السوتشار بنغطي بالأومنتم اللي هو البوليس الماتة او زي ما بيقولوا عليه امان اكثر واكثر وده كله بيخلينا اقول لنا بنتظر هذا اللقاء دائما من الحد للحد بفارغ السدر ده شرف ليه فاندو ده شرف لينا القيمة على الملك كبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأوران بكل الطب جامعة عين شمس أستاذ بقسم جراحة السمنة والسكر بكل الطب جامعة عين شمس كان ضيفي في وحدة من أرقى حرقاتك العادة على الإطلاق في عالم الجراحة المتخصص بالسمنة السمنة العدو والدون اتلكوا دايما مع الناس الحلو لحاول قدر المستطاع إننا أفيد وقدر المستطاع إذا ما قدرتش أفيد ما درش الرجل بعيد على المسئولية والستة هي اللي في وش المدفع والاتهام الأساسي موجهة لها أنت لا تنجبي إذن أنت مشكلتك كبيرة وانت اللي عليك اللون كله لا لازم نقول إنه الستة والراجل الاتنين لازم ننظر لهم نظرة متساوية ومش اتهام مدامنا قررنا إن إحنا هنعمل أطفال أنابيب أو حقن مجهالي وننقل الأجنة عن طريق قسطة